السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في سؤال جديد من أسئلة فكر فيزيائيا وفي هذا السؤال بدنا نستعرض فكرة كثير من الناس حاولوا يعملوها وأسجلوا ملاحظات على اليوتيوب أنه قدر يحررك سيارة باستقدام معناطيس وطبعا في الحقيقة ما كانتش إلا خدعة والسيارة في الحقيقة لو أي واحد جربها لن تتحرك الفكرة بالتالي هي عبارة عن عربة مثبت عليها قطعة من الحديد وهذه العربة مثبت عليها رافعة بتحمل معناطيس قوي جدا وبتوقع الناس أنه المغناطيس عايز بالقطعة الحديدية المثبتة في العربة والعربة تتحرك في هذا الاتجاه السؤال بقول لك هل سيجعل تعليق معناطيس أمام سيارة حديدية كم الموضح في الصورة تتحرك وفي عندي ثلاث خيارات نعم ستتحرك نعم ستتحرك إذا لم يكن هناك احتكاك ولا لن تتحرك الخيار الثاني اللي هو إذا لم يكن احتكاك يعني هي عبارة عن خدعة حتى الناس تروح على الإجابة بي وطبعا أنا بدي أفترض أنه ما فيش عندي احتكاك وحن نكتشف أنه السيارة لن تتحرك وفي الحقيقة أنا حطيت هذا السؤال على منتدى الحوار على قناتي على اليوتيوب قناة الفيزياء التعليمية والكثير من المشاركات أيدت أنه السيارة لن تتحرك وفصلوا ذلك بشكل جيد خلينا الآن الوضع إيش السبب أنه السيارة مش حتى تتحرك طبعا إحنا عشان أي حركة تصير لازم يكون هنا في عندي قوة وهذه محصلة القوة سميشلوف إف يجب أنها تساوي الكتلة في العجلة وبالتالي العجلة هي نتيجة القوة اللي حتكون هي منحوزة على أساس أنها حركة طيب إحنا هنا موجود عندي اللي هو المغناطيس في عندي قوة تباود متبادلة من المغناطيس وقتل الحديد وفي عندي قوة متبادلة من المغناطيس ونقطة تعليقها مع الرافعة وفي عندي قوة متبادلة ما بين ما بين الرافعة والعرامة خلينا نفترض أنه هي النقطة هذه وطبعا إحنا هنتكلم عن القوة اللي هي موجودة على محور X لأن أنا معني في الحركة على محور X مش هنهتم كتير للقوة الموجودة على محور Y وخلينا نبدأ الآن بالقوة اللي هي متبادلة من المغناطيس والقطع الحديدية المغناطيس هيزد بقوة قطعة الحديد في هذا الاتجاه وحيخليها تحرك في هذا الاتجاه لكن حقيقة الموضوع مش بهذه السهولة لأنه لكل فعل رد فعل مساوي له في المخدر ومفالف له في الاتجاه فحيتولد على المغناطيس أيضا قوة انجذاب ناحية القطعة الحديدية زي كأنك أنت بتجيب مغيطة وبتشدها فبالتالي إذا ثبتت إيدك الشمال وشدت بإيدك اليمين حتشعر بقوة وإيدك الشمال أيضا حتشعر بقوة قوة متبادلة ومحصرة القوتين هدو لبس أو سفر لأنهم متساوتين في المغدار المختلفين في الإشارة أما بالنسبة للنقطة الثانية هذه اللي هي نقطة التعليق فطبعا نحن هنا بنعرف أنه المغناطيس حينجزب في هذا الاتجاه وبالتالي حيتولد على هذه النقطة وعلى هذه الرافعة في قوة في هذا الاتجاه حيحرك هذا الرافعة في هذا الاتجاه لكن احنا بنشوف أنه الرافعة ثابتة وبتحركش وبالتالي هذا معناته أنه القوة اللي على اليمين تساوي القوة اللي على نشمال وبالتالي هدول القوة ينحيله بعض بنفس الكيفية أيضا حنجد عند نقطة تثبيت الرافعة مع السيارة أنه زي ما في أنا عندي قوة في هذا الاتجاه لقوة رضي الفعل حتستمر تأثيرها في هذا الاتجاه أيضا السيارة لأنها ثبتت في السيارة وفي عندي قوة تتولد من السيارة على الرافعة في هذا الاتجاه إذن صار عندي أنا ثلاث أنواع من القوة اللي هي القوة رقم واحد اللي هي هادي والقوة رقم اثنين والقوة رقم ثلاثة لو عوضت عنها في المعادلة هنجد أنهم جميعا إيش بعطوني بعطوني سفر وبالتالي العجلة تبعتي حتكون بتساوي سفر وبالتالي ما فيش حركة إذن لا نتوقع أبدا من هذا النظام أنه يتحرك والسبب في ذلك أنه هذا النظام معزول إيش معنا كلمة نظام معزول أنه ما فيش أي قوة خارجية بتأثر عليه ولا في أي قوة خارجية كل القوة الموجودة هي قوة متداخلة متساوفة المقدار ومتعاكسة في الاتجاه وبالتالي محصلتها بتساوي سفر وبالتالي مهما حاولنا ومهما انتظرنا لن تتحرك هذه العربة طبعا ممكن واحد يفكر كيف تخليها يتحرك عشان تتحرك هذه العربة أنا ممكن إيش أعمل أفصل المغناطيس عن العربة وأجيب سيارة تانية مثلا وأثبت المغناطيس فيها بهذا الشكل والسيارة إذا تحركت في هذا الاتجاه هتجزب اللي هو القطع المغناطيسية وحتتحرك معها طبعا هنا أنا الشي اللي عملت عملت نظام خارجي هذا النظام الخارجي حيأثر بقوة على السيارة وحيأثر عليها وحيسحبها لكن طبعا هذا النظام مش عملي وفير مجدي هيك احنا بنكون وضحنا نقطة أساسية أنه هذه النظام وهذا التصميم لم يجعل العربة تتحرك لأنه لا يوجد قوة خارجية بتأثر عليها حتى نلتقي في سؤال آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته